السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام إنما كنتم داخل أو خارج أرض الوطن إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوع الفضاء الرياضي في هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم السيد بوجم عابها ورئيس فريق نجم شباب المرصى لكرة القدم أهلا نستهلم بك شكرا نسيب التاح شكرا للقناة الجهوية العين والفضاء الرياضي على الاستضافة هذا الأسبوع أو هذه المدة جمع عامة للعصبة للهوات لجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فعلا كانت جمع عامة ومن بينهم الجمع عام اللي كنتم مشرفين عليه في عصبة الصحراء لكرة القدم وكان الجمع عام هو مشرف صراحة اللي بين عن مستوى وعن حقيقة أندية الصحراء اللي كان لها واحد الضغط عن بعض من الأمور اللي هي تضمع للجمع العام الفائث اللي كان دون المستوى وطرأت الأندية عنها تقدم جمع عام اللي هو جمع عام رياضي كان في المستوى وبيّن عن حقيقة مسؤولين ورؤساء أندية عصبة الصحراء وعن الجهات الثلاثة وكان جمع عام في المستوى وتخطى الحمد لله كيفما شاف الجميع واسمع الجميع أنه كان جمع عام من خيرة الجمع العامة ربما في المغرب إذن نرجع لقادية الجمع العام لعصبة الصحراء لكرة القدم ونتابعوا المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل أحمد الشيخ والتصوير للزميلين الحنفي بيباء والمحجوب كازيسة حدثاً رياضية ليس بالغائم الذي تجسد في الجمع العام لعصبة الصحراء والهدف تنصيب مكتب تسير جديد والذي تسعى من خلاله الأسرة الرياضية الصحراوية تخطي وتجاوز المشاكل والعلاقين التي ألمت بالمجال في المواسم الأخيرة بحضور ممثل الجامعة عادل تويجر وبحضور أعضاء الولاية القديمة عرض التقرير الأدبي والمالي أمام ممثلي 79 فريقاً منظوياً تحت لواء عصبة الصحراء وبعدها تمت إقالة الرئيس القديم لحسن بن عويس ليتقدم سبعة مرشحين ولتصبح الكلمة الفيصل لصندوق الاقتراع الذي ينطق بأحرف الديمقراطية لا غير احتد التنافس بين المرشحين لحسن بن عويس ولشقر محمد يحضيه وسط أجواء رياضية لم تكن ضمن تكهنات أبرز المتفائلين نظراً للأحداث التي شهدها الجمع المنصارم دقت ساعة الحزم والأخيرة في حوزة الناخبين اكتمل المشهد الديمقراطي بالإعلان عن لشقر محمد يحضيه رئيساً لولاية جديدة واضعاً نفسه أمام رهانات وتحديات ليست بالهيينة محمد يحضيه متسلحاً بخبرة سنوات مضت على مستوى التسيير متوجاً نفسه رئيساً لعصبة الصحراء ملماً بمبدأ التكليف بعيداً عن فخر تشريف كلها أمور صرح بها عقب الإعلان عنه رئيساً محمد يحضيه وعد بتحديث النظم التسيرية للعصبة لتكون الأسرة الرياضية الصحراوية جسداً متماسكاً متسماً بألف إنجاز وفرح إذن هل يقف محمد يحضيه عند تطلعات الرياضة والرياضين بالصحراء؟ كلها استفسارات ستجيب عنها سنوات الولاية القادمة إذن التقرير للشيخ أحمد هدواء تصنطنا على أنه بين الأشياء التي جاءت في كلامك على الجمع العام السعابيق ولكن هذا الجمع خط كل شيء وبين على الحضور مية في المية وكانت روح رياضية بين الجميع وأكدت على أن أسرة كرة القدم بالأقالية من الجنوب على أنها ناتج وقدمت واحد للنموذج لبقية العصر فعلاً هو كان نموذج وكانت مرآة الأندية الصحراء وكان ذلك شيء الحمد لله تخطى في ظروف ديمقراطية وفي ظروف ما فيها أي ذقت من جميع الجهات وإحنا هذا الشيء اللي بغينا نتمنى وعن نشوفوه في أندية ما هو لا نشوفوه في العصباء وإنما نشوفوه يعود في أندية من أندية الصحراء وكلها يعود مسؤول على ما عليه وهذا اللي نتمنى في أندية الصحراء الأندية ذلك كتعاني من المشاكل اللي هي مشاكل خاصة نطرح على طاولة الكلام والنقاش اللي هي مشكل ديال الدعم ومشكل ديال الدعم كي يعانوا منه الجهات الثلاث بالنسبة للجهة باستثناء أنا كان استثناء منه جهة الداخلة وكان حيي منه هذا المنظر جهة الداخلة على دعمها وعلى موقفها ففي صف أنديتها وفي صف جمعياتها وفي صف المجتمع المدني بصفة عامة أنا كان هني جهة الداخلة وكان نتساءلوا شنه هو المشكل لجهة الداخلة تدعم فرع من فرع عصبة الصحراء وجهة العيون وجهة تقليمي ما عند هذا الدعم كان نتساءلوا على المشكل شنه هو واش المشكل في المسؤولين ما معاطين الدعم أول مشكل في التسيير هنا تياهي ما خالقنا ستستاهل يعني أنا تعد تندعم مع أن اليوم صبحت كورة القدم معيار وصبحت يعني شيعة في كل بلد على ما يعود هذا الدعم في جهة العيون شنه هو المشكل مع أن العلم أن رئيس جهة العيون عضو جامعي يعني إنسان رياضي والإنسان الرياضي خاص منهون يعود يدعم ذي الأمور اللي ذهي ونحن نوجه نداء زعمه صراحة للدعم الأندية بخصوص الأقسام الشرفية وخصوص أندية الهوات اللي كانت تعاني من مشاكل وكان حملنا المسؤولية صراحة اللي اللي وقع في ما يسمى ما عندي قاسم اللي نقول له وإنما قد نقول له عنها ما هي بطولة قد نقول عنها دوري من دوريات رمضان اللي هي قد نحسب في عصبة الصحراء اللي يعني 12 نادي والآن 11 وكان 12 نادي كان 16 نادي واللي كيتحمل مسؤولية فيه هو رئيس الجامعة اللي خلق بما يسمى الممتاز وصبح 12 نادي مع أنه أنديت عصبة الشمال والجنوب والوسط كل سنة كيزيدوا نادي أو اثنين شنو المشكلة اللي يقصأ عصبة الصحراء من هذه الزيادة واش نقصات عمداً ولا نقصات من ضعف مسؤولينها وانا كان حملهم المسؤولية من هو نتياه ولا أخاف وعقبة أي شي حاجة هذا واقع واقع الأندية الصحراء بقى ما عليها 12 نادي تم 12 نادي مع العلم صباح اليوم 11 نادي يعني بحالش له تكونت وبحالش له تتكون وبحالش له تساير بطولة ب11 نادي ربما دوري رمضان ما تلينا ندير فيها 11 نادي كان تأسف صراحة وكان حمل المسؤولية للناس اللي هما في الهوات وهما في الجامعة يدافعوا هذه المأمورية وهذا رأي إهانة للصحراء إهانة للصحراء لكرة القدم اللي يعني تلجأ لهذا الميدان اليوم صباح تأندية لهوات من طالق البطول هذه الهوات الجاية لهوات A و لهوات B الصحراء مزالت إلى شهر عشر لأواخر شهر عشر تنتظر باش منين تبدأ يكونوا الناس خطاء وذلك الموسم ديال خمس أسابيع أو ست أسابيع أسابيع وتعود انتاء الله تبدأ كيف نقول نحن للصحراء هذه العطارة بزوكني إذن نتمنوا أنه المسؤولين يعاوذ المسألة لأن المنافسة تهم اللاعب تهم جميع المكونات وهي رسالة واضحة المعالم وعن ذلك نتابع الآن جمعهم عصبة الهوات لكرة القدم والتي عرفت حضور وازن لفرق القلم الجنوبية للمزيد عن هذا الموضوع في هذا الروبرتاج بحضور السيد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع وممثله الأندية المنظوية تحت لواء الجامعة عقد الجمع العام العادي للجامعة الملكية يوم الاثنين السادس عشر من شتنبير الجاري في قصر المؤتمرات بالسخيرات في بداية الجامع العام نوى السيد رشيد الطالب العلمي وزير الشباب والرياضة بالعمل الذي تقوم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل النهوض بكرة القدم الوطنية وبعد مناقشة التقرير الأدبي والمالي تمت المصادقة عليهما بالأغلبية لأول مرة الجامع العام شهد أيضا المصادقة على كل من لائحة أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية وكذلك على مشروع النظام الأساس النموذجي للعصب الجهوية لكرة القدم وصادق أيضا على مقترح إحداث العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة وفي الأمتال الأخيرة من الجمع وقع السيد فوزي لقجع اتفاقية إطار مع كل من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواس كيف ما قال السيد رئيس الجامعة في تدخول دياله باش خصنا نكونوا مؤسسات نخدموا على المؤسسات نخدموا على قوانين اللي يجري بها الرياضة فما يمكنش يكون حمدوا الله زيدوا العمر ولكن يكون شنو خلا اللي غادي خلي هو قوانين اللي غا ترص عليها الكرة القدم المغربية لأن الهوات هي المشتن إذا كنت نقول المشتن إذا خصت تبدأ التقنين وتبدأ الإيجابيات تبدأ من التحت باش توصل الفوق وتنور وكن ضلنا أنه الحصيلة اللي يطينا على المراسم الأربعة الثلاثة 2015 2016 2016 2017 2018 2019 والحصيلة اللي قامت بها العصب الوطنية لكرة القدم وقت لأنه كان مولود جديد وكان مفروض على المكتب التنفيدي أنه يقوم بعض المسائل اللي يمكن لها تعود بالخير لا على المكتب التنفيدي ولا كذلك على الاندية فحاولنا أنه نكون لا في الليجان ولا في المكتب التنفيدي باش يتأخذوا قرارات لصالح كرة القدم الوطنية قبل فعل هو جديد ثقر بما ذاتي كرس العمل اللي قامت بها العصب الوطنية لكرة القدم في الولاية الأولى ولكن هذا ما شيتشليف أكثر منه تكلف لأنه ولاية تهنية لها حمولتها ولها ضرفيتها فالإخوان والرؤساء القاعدة أو ما أسمي منابي القاعدة الكوراوية أنا ومشتدوا الثقة خصني أنني نحاول أنني نعمل أكثر ونحقق المشاريع اللي بما ما تحققاتش في الولاية الأولى ونجيبوا مشاريع أخرى اللي كلها باش تصب في كرة القدم دي اللوت واللي غادة نعكس على الكرة القدم المغربية محطة للتقييم محطة للاقتراح ولتبادل الأفكار وطرح مجموعة من الرؤى طيب الحال هناك نقاش على مستوى الوطني وعلى مستوى أندية الهوات إذن بوجمعة كنت حاضر في ذلك الجمع العام لعصبة الهوات وكان حضر وازن لابناء القلمجين وكان تدخلات مهمة في العمق شي ممكن نقول وهذه الانتظارات لأنها حتى تدخلات على أنها لائحة واحدة مجموعة من الأشياء مجموعة من اللي وقعت ذلك الجمع العام ماذا يمكن أن نقول عن هذا الجمع العام الخاص بالهوات وهو جمع العام ديالهوات ربما أول مرة نحضر له أنا كان اسمع دائما جمع العام ديالهوات تأسيس عصبة الهوات تأسست نهارة تأسست تأسست تحبر على ورق وتم تحبر على ورق إلى الجمع العام لهذا اللي أعلن فيه رئيس الجامعة أنه له يعطيهم استقلاليتهم وشنه اللي قدمت الهوات للأندية الهوات أنا مجت أي تقديم قدمت عصبة الهوات الهوات ما عندي أي وشن تجي تناقش ربما تمشي سيبة تاحة الحمد لله عارف الرياضة ربما تحضر البعض من الأندية لأقسام شرفية وتحضر كتلقى تقرير أدابي وتلقى تقرير مالي عصبة الهوات ما عندها تقرير مالي قال لك رانكم صادقت عليه المرة الفايتة في الجامعة إذن ما عندها حتى تأسيس تأسيسها كان على ورق وبقى على ورق لأنها أصلا ما تتحكم بشي اليوم قالوا عنهم أعطوها استقلاليتها كيف ما قال الرئيس الجامعة أن أعطوها استقلاليتها لا هي ولا نخبة لائحة واحدة هي والنخبة لائحة واحدة الجامعة لائحة واحدة يعني العربون باين أنك ما تكونش الديمقراطية أو ما يكونوا الأوايح لماذا ما يكونوا الأوايح شنو مشكل الهوات لائحة والنخبة لائحة ثانيا كان المشكلة وهو التكوين التكوين اللي يندار وربما ما دير اليوم تياهي في الرباط لماذا ما يكون جهوي بدلا من تنقل عشرين واحد من كل جهة من جميع من أقطاب المملكة على ما يتنقل شخص واحد اللي اللي هيعطيه ويعطيه في جهات كاملين في كل جهة التكوين بجميع المجالات يجي ويجوج الناس بدلا من ترحل أمة كاملة ديالأنذية اليوم كاينة جاي من طنجة اللي جاي من الصحراء اللي جاي من الداخلة اللي جاي من بوجدور يعني بزاف ديال المصارف اللي تنصرف بدلا من يمشي شخص واحد عند عشرين وثلاثين واحد في جهة واحدة تعود ذو كل جهات كاملة يتنقل عنده هؤية هذا هو المشكل ديما كل شيء فالرباط وصلت الرسالة ولهذه الغاية يعني أحد أبرز الأسماء بالأقليم الجانبية مدرب مكون وكذلك عضو الإدارة التقنية الوطنية ولكن اليوم سيتحدث كممثل للمدربين بالمكتب الجديد للعصبة الوطنية لكرة طيل القدم هوات إعادة الثقة في المامي السملالي السؤال المطروح ما هو الجديد فيما يخص عصبة الهوات وكذلك بالنسبة للمنتخبات الوطنية أخيرا أربع لعبات من الأقليم الجنوبية بالمنتخب الوطني ما هو الجديد أتركك لتجيب وكذلك توضح للمشاهد الكريم مجموعة من الأشياء مرحبا سهلا مرحبا بالساحة مرحبا مرحبا بالطعم المشريف على الفرنامج وعلى جميع من ساهم الفرنامجنا من خلاله كل سبوع نفاضح نقوله مشاكلنا ومن خلاله أكيد بنتطورة الكرة بالأقاليم الصحراوية تكلمت على هذه الثانية تقريبا منظر عندي في المثل مدربين على السعيد الوطني في أصبع الموات اللي صراحة مكلف أصلا الضور الجالي ما يفوت الضور لوقت الصاف اللي هو تغني شفت أبو جمعة ثالواح الغضية وفعلا هذه الغضية شخصيا قلت ونظرت علم اللي تعرض عنها ما يصال الكرة الصحراوية تكون أعلن أحصر صاريق تكون في القسم الوطني الثاني في الأقادم الصحراوية ودبرك 11 أنا منهار لول هذه الفقرة أنا ضد ضدها صراحة ما تنفع وبانت بانت على مستوى الكبار إذا شفت على مستوى الكبار لأن ضايحين والأندية تجيب أقلبية اللاعبين من برأ لك راجع لعدم الممارسة لا على المستوى الكبار ولا على المستوى هذا من ناحية ولكن أنظم هذا عصبة الهواج عندها ممثلين صراحة للمنتخبين من طرف الأندية الالفحر واللي يمثلوها واللي يقولوا كلمتهم وجكرواها منهم إذا كانوا ما شافوا فيهم المنفع ما يزكوهم من جديد أكيد رجاء زكيتهم من جديد معناها أن يراضح لخدمته سنة فارطة هذا هو اللي كانت نفهم عنه من اللي نذكر إن شاء نشاتي وفعلا كانت امتيازات ولكن من ذلك قدت نسلح من ذلك من ذلك من ذلك من خلال أهران أتكلم على البارح أني اتفراشت في المتخب أقل من 20 سنة المتوجب الميدالية القطية نحاسية في اللعبة الإفريقية كانت مشاركة فيها لعبة مع الأسف هذه اللعبة كيوجدوا الكأس المغرب العربي ومتواجدين فيها ثلاثة لعبة الرابعة ما لا يمكن التحصيل لأنها مزاج معطوبة والحمد لله البارح كانوا من ضمن تشكيلة رسمية من 12 لعبة التي كانت لولا وفعلا صراحة أن هذا العمل تجعل هذه الطافلات التي حاليا المتخاب والترك المتخاب الوطنية رأى عمل ما هو عمل تجعل هذا العام لأنه نعقل بالضبط على هذه الطافلات كانوا عندنا منتخاب العصبة وهم عندهم 13 عام الآن الحمد لله عندهم 13 وهما نتيجة كينجية التي متواجدين أضع في المتخاب ونتمنى إن شاء الله تكون هذه السنة أحسن من السنة الضارطة لجميع لأن صراحة سنة الضارطة على من ناحية النتائج كانت كارثية أنتم عارفين طاحت المسيرة طاحت الجوج الفراق من قسم الأول للثاني صراحة ما كان كارثية نتمنى على مستوى النتائج نتمنى هذا العام يكون في صعود أندية وتكون بطولة مونطة مونطة بسنق سهل شرفية تكون بطولة في وقتها تبدأ وتكون أكيد عدد تعقيد إيجاب من ناحية اللاعبين ومن ناحية المنافسين ومن ناحية المستوى التقني للعبين وبطولة الفئات الصغرى مالي ما رحب سأل والأشياء التي تبلغ المسيرين والله المهتمين بكرة القدم بالأقالي من الجنوب المسيرين من ناحية التي تبلغ هذه تجربة إذا قمنا أقطع اللي قمنا العمل كذلك نعدو كأننا ما قمنا هذا من ناحية من ناحية يعود يبقى يفضل المصلحة العامة على الخاصة هذا هو اللي كان وليمتعد عندنا هذه العامة على الخاصة أنا متأكد لك أن إذن المامي السملالي شكرا لك على هذه التوضيحات أشياء متعددة كما يعني اشتركت مع ضيفي بوجمعة في مجموعة من الأشياء وهذا دليل على أن غيرتكم على كرة القدم بالأقالي من الجنوبية نشكروك من مدينة الرباط على هذه التوضيحات اللي قدمت إذن المامي يعني نفس الأشياء يعني اشترك على أنه تغريب المصلحة العامة على الخاصة لأن الجميع يد في يد من أجل إقلاع حقيق الرياضة بالأقالي من جنوب السمامي إنسان غير على على وطنه غير على مدنه اللي هم الجهات الثلاثة و إنسان يعمل ما شي عنه ما يعمل يخدم وإنسان كيف قلت لك عنه غير دال واحد الكلمة اللي هو المامي عنه ننساه الماضي ونديروا ايد فيد ونزيدوا القدام كنظن عن المكتب الجديد اللي هي العصبة الصحراء عنه ناسي الماضي وإحنا ندوروا نشتغلوا كاملين وإحنا كم إلي نتعد بينا مشاكل إحنا كم إحنا حتى عشر نادي كنظن يعني زايد واحد خمسة للأنذية والله ستثانين من الشتين اللي في الممتاز هذا بالنسبة للهوات بالنسبة الأقسام الشرفية الحمد لله معروفة إحنا مستعدين نجتمعو نديرو ايد فيد ونخدمو في المصار العام اللي هو مصار رياضة ونمشو القدام بكورة القدم وكان نظن عن بدايتها وهو بدايتها جمع عام اللي يعطاه واحد إشعاع اللي هو في المستوى ونهني الإخوان اللي حضروا للجمع العام ديال الجمعاء واللي يعطاو بعض من الجرأة الكلام اللي هو كان كلام في الصميم وكان كلام موجه لبعض المسؤولين اللي هو الأخ المهدي اللي أنا من هون كان حييه على نقاشه وعلى حواره للمصلحة العامة وإنسان يحاور ويوجه كلمات للمصلحة العامة هذا خاصة تأيدوا وتعاونوا عليها باش نعودوا أيد في أيد بهذه المأمورة اللي ذهي وإحنا نخدموه للمصلحة العامة ما كان سولوا عن المصلحة الخاصة وما هي أهم عندنا وما هي مسؤولية عندنا إذن تحدثت عن الجامع العام الخاص بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي جرى يعني نهاية هذا الأسبوع يوم الأثنين إضافة إلى جامع العام العصبة الاحترافية التي عرفت لائحة واحدة لكن بالنسبة للجامع العام الخاص بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فقد عرف مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمسادقة عليهما لأول مرة بالأغلبية وليس بالإجماع المسادق على مشروع النظام الأساسي النموذجي للعصبة الجوية ولكرة القدم وعلى مقترح إحداث العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة كما صادق على توصيات اليوم الدراسي الذي نظم بسخرات يوم الخامس من الشتنبر يوم الخامس من غشد الماضي وتعيين سعيد العربي رئيسا للغرفة الوطنية لفضي النزاعات توقيع اتفاقية الإطعار مع عصبة الوات والعصبة الاحترافية كما جاء علي جسان وزير الشباب والرياضة على أنه 13 نادي حصلت على الاعتماد كشركة إضافة لثلاث أندي الآن في الدراسة ناديين يعني في الدراسة وبالنسبة لنادي الجيش الملكفة هو معفع من هذا المعطى وذلك تبعني للفصل 115 من القانون وكذلك يعني عرفت حضور يعني تصويت ب46 من 52 واعتراض منذ واحد على التقريرين الأدبي والمالي ويعادة الثقة في نفس مجموعة جديدة رئيس الاتحاد طنجة وكذلك أولمبيك خريبغة ومجموعة من الأسماء الجديدة ومولد توجد أسماء جديدة بالمكتب المدير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إضافة لحكيم دمو الذي انضاف كرئيس عصبة الغرب للمكتب المسير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هذا الأسبوع سيعرف انطلاق بطولة الهوات في جميع الأقسام باستذناء شطر الصحراء القسم الوطني الثاني هوات إذن بالنسبة للقسم الممتاز فريق مردية الداخل وكذلك شباب السقية الحمراء نتمنى لهم التوفيق في هذا القسم وكذلك القسم الوطني الأول مجموعة الجنوب إضافة لمؤتحات السزاق في القسم الوطني الثاني هوات مجموعة الجنوب وهذا الفريق الذي يعاني ويطالب بإدراجه ضمن أندية القسم الوطني الثاني شطر الصحراء إذن هذا فيما يخص فرق الأقليم الجنوبية فريق نادي البلدي لكرة القدم النسوي يستعد لهذا الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 المزيد عن استعدادات النادي البلدي لكرة القدم النسوية في هذا الروبرتاج والتصوير بعدسة الزميل المحجوب كزيزة النادي البلدي لكرة القدم النسوية يبدأ مرحلة الإعداد بالمركب الرياضي الشيخ محمد الأغضاف وعينه على البعث عن الألقاب في بطولة هذا الموسم الجديد في الترسانة البشرية للفريق هو لعبات دوليات من المنتخب المورتاني كل من فاتو ديانج وفاتو ديوب والمالية ديارة أغينيا لعبات المنتخب المالي لعبات دوليات ولعبات متميزات بارزات على المستوى الوطني إذن الفريق يبدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة وكأس العرش للموسم الرياضي الجديد وكل الظروف مواتية لنجاح آخر للإشارة فالفريق فاز بأربعة ألقاب على مستوى البطولة جينا هنا للمقرب ناجي لأيون جينا لإختبار لكن نتكون في الإختبار هنا تست والناجي كان جيد اليوم شفنا المنتخب ماشاء الله يعرف يتمارسوا الكورة ونحن الحمد لله جينا هنا باسم الرئيسة أخي جدته ماشاء الله ما قالنا شي أنا هنا لإخوض اختبار مع الفريق المغربي أتمنى أن أتفوق وأكون ضمن هذا الفريق اليوم كانت البداية نادي البلد النسوي في الموسم 2019-2020 ونتمنى أن يكون موسم خير إن شاء الله الفريق ويحقوا فيه اللقب الجماهير اليوم تم التحق الفريق ثلاث لاعبات ثنتين من المنتخب الموريتاني واحدة من المنتخب المالي اللي بغاوا يدوزوا عندنا اختبار هون باش نضموا الفريق وإن شاء الله رحمان الرحيم نتمنى ونقبضوا لي عن تفايدة وليت قد تفيد الفريق إذن محطة أخرى من الإعداد ولانفتاح على اللاعبات الدوليات من إفريقيا بحثا عن تشكيلة متزينة مترصة تبحث عن مقارعة الكبار بفضل حنكتي مكتب مسير وفر كل الظروف لإنجاح العمل الكبير الذي ينتظر فريق النادي البلدي لكرة القدم النسوية والذي يرهن على الفوز بالبطولة أو لقب الكأس في هذه السنة الآن إلى البطلة الإفريقية فريق الودادة البيضاوي رحل لنواذب لمواجهة إفسي نواذب المحلي في آخر دور المؤهل لدور المجموعات تمكن فريق الودادة من التفوق في هذه المباراة بهدفين دون مقابل الهدف الأول شجل في الدقة الرابعة والثلاثون والهدف الثاني شجل في الشوط الثاني لصارح فريق الودادة البيضاوي ولكن الفريق المرتاني أبان على مستوى كبير في هذه المقابلة وأظهرت تقدم الكبير الذي تعرفه الكرة الموريتانية ملاعب جيدة وجماهير حاضرة لمؤازرة فريق كما هو الحال لجماهير الوداد البيضاوي حداد شجل الهدف الثاني الجماهير الودادية حاضرة لمساندة فريقها في هذه المقابلة إذن اليوم هذا الأسبوع بوجمعان يعرف انطلاق بطولة الهوات ومشكل آخر يطرح الآن على أن الملعب جاهز ولكن نعرف المسائل الإدارية على أن الجامعة الشركة الجامعة الحضرية المدينة العيون على أنها عاطية الملعب للفرق من أجل لاعب فيه وإجراء المباريات ولكن هناك إشكال قانوني إداري مع الشركة وكذلك مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليعطاء الفرصة لهذه الفرق ونظن على أن الجولة الأولى ستكون بملعب البلدي بالمصر في أين عنها انطلاق البطولة هي السيمانة وكان مشكلة الملعب اللي هو يعني صراحة ملعب في المستوى وملعب أصبح بجميع مواصفات اللي هي تسمى بملعب المشكلة اللي حاني ربما يعد تبادل ما بين الشركة والجماعة هذا ما فاتحصل ومدينة المرسى الحمد لله كانوا يعلبوا فيها العمفايت ومزال فاتحة أبوابها الجميع ومن هذا المنبر نشكره رئيس الجميع الرئيس البلدية اللي هو قائم دوره في الرياضة لمن ناحية دعم الأندية مدينة المرسى وهذا شيء نفتخر به وشيء واقع مولي الحمد لله وانت كتعرفه إذن لنرجع لذلك الموضوع نؤكد بعض النتائج الخاصة للفرق الوطنية بالنسبة لعصبة الأطة الفريق الرجاء البيضاوي أتا بانتصار كبير على فريق النصر الليبي بثلاثة هدف مقابل هدف وحد هذه المباراة التي جرت بالديارة المصرية بالنسبة لكأس الكون فريق الحسنية تعادل خارج الميدان أمام الأهل الليبي بهدف مقابل هدف وفريق النهضة البركانية الانهزم بغانا بثلاثة هدف مقابل هدفين ومكانه إعادة الانتصار الفوز والأهول الدور المقبل إذن بالنسبة لفرق العصبة الخاصة بدور الأطل الإفريقية فالفرق في الدور الأخير الانتصار التأهول لدور المجموعات بالنسبة للكمفيدراريا الدور للدور الثاني وثلاثين مكرر لأن الفرق المنازمة في الدور المؤهل لدور المجموعات ستلعب في الدور المكرر مع فرق الكون في دراليا الآن إلى استعدادات فرق القلم الجنوبية للبطولة التي ستنطلقونها لت هذا الأسبوع بالنسبة للقسم الأولوات هذه المرة لفريق موردية أسع الذي يستعد بمدينة الوطية بمدرب جديد وكذلك باستراتيجية محكمة لهذا الفريق من أجل الظهور بمظهر جيد المزيد مع أحمد الشيخ هدواء وعبد الرحيم حجي ومحمود شرك في ظل الاستعداد للموسم الجديد بدأ مولودية أسا غمار الاستعداد في الثاني سبتمبر الجاري معتمدا على مجموعة من العناصر المحلية منها من جاوره في التكوين كالحارس عمر درقان وغيره من اللاعبين وقت الاستعداد أتى متأخرا نظرا للإكرارات المادية التي يعاني من الفريق مما جعله يقيم التربص الاعدادي بمدينة أسا بعد التعاقد مع المدرب هشام الطلباوي الذي لم يتم زمام قيادة الطاقم الفني في الفريق الأخير وجد نفسه مطالبا بالتعاقد مع إطار آخر حيث تأثله ذلك بالتعاقد مع الإطار خاليد الزوين الذي جاور مجموعة من فرق القسم الوطني الممتاز كنجم الشباب البيضاوي والاتحاد البيضاوي وفي شباب هوارة مساعدا للإطار محمد إيد القاضي مولودية أسا أو يوفي الصحراء الذي دخل تاريخ اللعبة من الباب الكبير حيث أسس الفريق سنة 2006 ليجد نفسه من بين فرق القسم الوطني الممتاز قبل نكسة العودة لقسم الأول موات بداية استعدادات دينا شوية معطلين بحكم فرق يعاني من أزمة مادية وكان واحد من هذه المجلس الإقليمي أصرفها جديد الصنة الفريضة أطرت شوية على استعدادات ولكن الأمور الحمد لله نحن أخذنا بها سيقنا بزمام الأمور إن شاء الله لأن المنافسات كانت قريبة جدا ورغم ضعف الإمكانيات تمنا على الرصيد البشري الذي لدينا في المنطقة بالإضافة إلى مجموعة للتعاقدات إن شاء الله لكي تقوموا الفريق من حيث تركيب البشرية وكذلك تعاقدنا مع الإطار خالد زوين يعني في البداية تعاقدنا مع مدرب إيشان الطلباوي ولكن يعني لأمور يعني ما استمرش في تدريب الفريق وتعاقدنا مع استخالد زوين إن شاء الله باش يقود السفينة دي المولودية إن شاء الله السنة هذه يعني عازمي باشي الله نحق نتائج إيجابية ولأن المولودية فريق عريق في طالة الاستعدادة دي الموسم القراوي الحالي إنا كم جرينا دي جا استعدادة في مدينة تاسا دامتي أسبوعين وقيا وإحنا جينا اليوم الوطي باش نديروا حط لقاءات قراوي شوية مع فرق باش نشوف الدراري اللي يجبنا ونحاول إن شاء الله نتوفقه فإننا نشكلوا مجموعة قوية اللي تنافس إن شاء الله على الحلم دي الفارق اللي هو والباقاء وليما للصعود إن شاء الله ونجمنوا إن شاء الله يكون خير إذن هل تعود مولودية أسا إلى السكة الصحيحة؟ حاجزة مكانا لها ضمن صفوة ممتاز رهانات بالجملة في انتظار خالد الزوين ومساعده مولود جريمز نبقى دائما في نفس المجال استعدادات الفرق لبطولة الهوات هذه المرة لفريق أولمبيك فوس بكرة الذي يستعد كذلك بمدينة الوطية استعدادات تحت إدارة الإطار محمد أستاذ اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاء والمدرب كذلك للفئات الصغرى لفريق الودادة البيضاء ومجموعة من الأنديام من بينها الرشادة والبرنوسي هذه المرة لنادي أولمبيك فوس بكرة المزيد من التفاصيل في هذا الروبرتاش في السادس من الشهر الجاري بدأ فريق أولمبيك فوس بكرة استعداداته للموسم الجديد بالوطية وذلك بالموازات مع التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المجربين من بينهم رحيم يونس ويونس البدري السعي من وراء التعاقد ملج خبرة اللاعبين المجربين بطموح الشباب من أجل بناء فريق قادر على المنافسة فوس بكرة بقيادة المدرب أستاذ محمد لاعب الرجاء البيضاء سابقا الذي عبر عن تخوفه من البداية المتأخرة التي قد لا يتأثى من خلالها انسجام الفريق وتحدث أيضا عن تطلع لموسم جيد وفي المستوى الذي يرغب فيه أنصار أولمبيك فوس بكرة واللاعب أيضا على ورقة الصعود لقسم الوطني الممتاز الحمد لله بأن أول حاجة نشكركم على هذه البادرة ونشكر المسؤولين والرأسهم رئيس النادي الذي وفعنا هذا التجمع والإعداد رغم أنه غير كافي بالنسبة لما تقرم بنا متأخرين يلا بنا الأسبوع هذا والحمد لله إحنا غادين قواتي رديل حصتين في اليوم ونتمنىهم الله على أنه نكونوا في المستوى وعلى الأقل نستفدوا من هذا التجمع هذا الذي وفروا لنا للمسؤولين ولا رئيس النادي وتنظمني إن شاء الله مع العمال مواصلة العمال والجدية في العمال والجدية دي الناس مسؤولين إن شاء الله نتمنىهم الله على أنه يكون موسم جيد وفي المستوى سحقنا بتداريب منذ أسبوع الآن نحن بمعسكر خارجينا في جماعة الوطية ضواحي مدينة طنطان الحمد لله يعني الإقامة والتداريب مفرنا الإدارة وجميع الظروف الحمد لله يعني وخاة يعني ضيق الوقت يعني مبقشنا أولو شامبيونة فالحمد لله يعني كنا نشوف الفريق بدل جيل ديره في سعين في مياه فكنا يعني فعلنا في داقم تقني مدرب جديد واللاعبين يعني من خارج مية العيون ومن داخل مية العيون كتبنا إن شاء الله هذا العام هذا باش أننا يعني كما الموسم فايت أنا تعدمنا ضمن البقائي نفسه في الدورة الأخيرة فهذا الموسم إن شاء الله يعني الإدارة ولا المكسوم السيئر عازم إن شاء الله باش أننا نحاول أن نعمله موسم السيطنائي الحمد لله الإجواء كاملة زينا الحمد لله رمت شو بش دوصة كمال على الله إن شاء الله نقول وكلمتنا في هذا الموسم إن شاء الله طمح بينا كفارق وننبع لورقة الصعود إن شاء الله على الموسم كنا تشوكين اللعاب جديد هنا دعمنا الفارق باللعاب جديد إن شاء الله يكون خيرها باللعاب جديد مصار أستاذ لاعباً اتسم بالعراقة والباة والتألق فهل يعيد كل هذا مدرباً؟ إذن دائماً نبقى في استعدادات الأنذية والفرق هذه المرة بأعرق نادي بالأقلم الجانبية مولدية العيون الذي يستعد لبطولة القسم الوطني الأول هوات المباراة الأولى ستجمعه بمدينة أسا بالمولودية المحلية المزيد من التفاصيل مع الشيخ أحمد هدواء والمختار خي مولودية العيون شأنه شأن كل الفرق المشاركة في البطولة القسم الأول هوات هو الآخر بدأ الاستعداد معتمداً على تشكيلة محلية ما عدى ثلاث لاعبين قادمين من فرق أخرى متسلحاً بطموح وشغف الشباب الذي حمل قميص الفريق في الموسم المنصارم وبأيديولوجية لمدرب جديد يتهيأ مولودية العيون للموسم الجديد وعبر بلال السعادي أحد مسيرين الفريق عن مراهنته على عناصر شابة ستعطي الإضافة لفريق مولودية العيون وذلك عن طريق استراتيجية لكل لقاء ترتيباته عبد الواحد التايق ربان مولودية العيون حالياً والذي بصم على أداء طيب مع ناديه القديم النادي البلدي حيث سجل اسم الفريق في خانة من خانات الترتيب المتقدمة الحمد لله الأجواء كتخطى بخير والأخير دينا الموسم السيدادات في الشورة لنا لغلبية الحمد للعناصر شابة لعبين مولى لعابة اللي عدنا الحمد لله دي المنطقة 98% تقريباً لولا الترب ونتمنى إن شاء الله يكون خير هذا الموسم إن شاء الله بيكل خير إن شاء الله تطلع عدينا إلى جميعنا المنطقة مرحبا بي لعبين على المراكز المتقدمة الحمد لله ولجميعنا نطلعوا مرحبا بيهم والد معنا حتى مشكلة الحمد لله زينة بدينا شوية نتمنى قدميننا من توسطين توسطين يعني وحمد لله لعابة مزيانية عدنا ومدرب مزيان قدموا استواجيدوا وعادنا مدرب حراس موليم زيان كيف تطلع عدنا في الأمور؟ نعم إن شاء الله من هؤلاء قدمين كمال الفرقي اللي طلعوا عدنا نتمنى إن شاء الله مولودية العيون هذا العام جبت مدربة مع مدرب جديد العام اللي تخطى كان معنا عبد الحاق الحماني تخطى عام زين تقلاصينا مع ذو كل سلولاس وهذا العام جبنا مدرب جديد حافظنا نفس التشكيلة كأمني تقريبا من أولاد العيون من غير شي ثلاثة والأربعة اللي جايين من تل ونطلع إن شاء الله يعد هذا العام أخار من العام فيس ونمشو فهمت ماتش بماتش اللي جا طلعوا مرحبا بي علاش إلا ما نرافضين وما نقارهين وكايني نترك صغار ليعطوا كلمتهم إن شاء الله اللي نعطط لهم فرصة أولاد المدرسة واللي يعطووا كلمتهم إن شاء الله ويحقوا بعيد نية مالية اللي اللي كل شراكي عرفها متطلبات لدي البربارات وولاد دي بديت الموسم اضطرنا بنا نواكب والتدريب دينا في الملعب في مدينة نق هذا لا إله الله هذا الشي اللي ما نقدرونش نتحكموا فيهن وليكن الظروف اللي خارجة بسبب انتدابات ما قمناش انتدابات هنا كان لسانا كان سيرو على حسب المستوى اللي ظهرنا به العنفات كان مستوى طيب اللي شرفنا فيه أول حاجة المدينة دينا والجماهر دينا والفارق دينا بمكوينة دينا بسبب انتداباتي الله تقريبا جوشت اللاعبين اللي اضطرين طيرار مقهورين باش أننا جبنا جوشت اللاعبين من خارج المدينة واحد من قرير واحد من دار بيضاء اما تقريبا الفارق كامل 98% فهو من مدينة مدينة ونجلهم كي مارسوا هنا من أجل تكرار سيناريو الموسم المنصارم إذن آخر تصريح كان لخالدة سيم كي مدرب حراس مرمى مولودية العيون استعدادات الفارق الآن شو نقولوا عليه إذا دهت الفارق كلها كي يقول لك عنها بدات متأخرة وفعلا عنها بدات متأخرة وهذا كامل كي يضم على مشكل ديال التعامل هذا هو المشكل بالنسبة للأقاليم الجنوبية كلها بغي يبدأ بشهر وبعشرين يوم وبشهر ونص ما كره وماذا عن القسم الوطني الثاني القسم الوطني الثاني قام الفات ربما فات قام بدي عندي أنه كنظن الله أعلم نسألك مثلا الآن كانت إشكالية بالنسبة للانتقالات ديال الفرق عندنا يوم التسطعش ولكن السنوات الماضية دائما تعرف على أنه فتح مجال جديد لانانتقال أيوة هو خصومي كل مقارنة مع واحد بادي هذه السيمانة مقارنة هو يا الله يا الله صاب يا الله لا يعود يجيب لعبته يعني بس منصفة تقارني أنا مع واحد بيني مع خمسة دسيمانات هو لعب وأنا قام في التبديد وشهرين هو مستعد وشهرين هو مستعد ممكن تقارني معه يعني ضروري يزيدوا إضافة كنظن عنهم أو اللي عادوا ليقصهمهم ولي كيف ما قصهم فخلاهم في العدد ربما يزيدوا يقصهم إذن رسالة أخرى للمكتب الجديد للعصبة الوطنية لكرة القدم موات الآن استقل الآن نتجيه لفتتاح مقر جديد لجمعية أو مدرسة المواهب لكرة القدم هذه الجمعية الفتية التي برزت على المستوى المحل وكذلك الوطني بإجراء مجموعة من المباريات هذه السؤال لحضور مجموعة من الفعاليات للافتتاح الرسمي للمقر مقر جمعية المواهب التي يترأسها علي تقلبوت مدرب ورئيس لهذه الجمعية حضور وازن لمجموعة من الأطر والفعاليات المجتمع المدني ومجموعة من الإعلاميين لتشجيع هذه التجربة الرائدة التي تعرفها الأقليم الجنوبية فريق يتم بالفئات الصغرى بتواجد سعيد حمودة مصطفى مجموعة من الأطر الفتية التي دخلت في هذا المجال الرياضي المهم وتقديم ورقة تفصيلية لأهم الأحداث التي نظمتها هذه الجمعية أو المدرسة بحضور الأباء وأولياء اللاعبين وكذلك المدربين وفعالية المجتمع المدني وأسرة الإعلام وأسرة كرة القدم كانت حاضرة لهذا المقر الذي يحتدى به لبقية الجمعية والمتمين وفي الأخير تم إعطاء الألبسة والأمتعى لللاعبين وتشجيعهم من أجل إبراز مؤايلاتهم على كفة المستويات إذن صور جميلة لجمعية رائدة الحضور كذلك الحسن علوان كان حاضرا إلى جانب الرئيس علي تقلبوت الذي يعطي الفرصة كذلك مجموعة من الصحفين بين مشكريت ومالعين حضروا لهذه الالتفاة المهمة لهذا الحدث البارس هذا اليوم صراحة يوم تاريخي لأن أول مرة عندنا أحد أطور يفتاتح بعد المدرسة لفائدة صغار وهي مدرسة المواهب التي من خلال وقت وجيز قدت تخرج لعبين التي أولا دعمت بهم شباب المسهر النادي الأول لقاليم الجنوبية ثانية دعمت بهم منتخبات العصبة للصحراء التي يجمتلها على الصعيد الوطني ودعمت بهم حتى المتخبات الوطنية لأنني ما ننسى من ثلاث من هذه المواهب كانوا اختارهم في المتخبات الوطنية لأقال من 15 عام أكيد منها فخر للإطار لقاليم الجنوبية كون أنه ما نسى واجبه لأن هذا من صراحة واجب أي إطار وهذه مدرسة ما يمكن إلا نفتخره بها لكي يشرفوا عليها صراحة مؤطرين في المستوى نحن يحصل لنا الشرف ونفتخره علينا سهم شيئا ما في تكوين هذا الأطول اللي كي يشرفوا وكانوا مثاليين من خلال طراب الهوات ترابصات اللي كانوا معنا فيه وحتى نتيجة هيا اليوم تبارك الله بافتتاح هذا المركز وورا نكشفت في الافتتاح تبارك الله إن شاء الله لأن المؤطر والمربي وغير الكرة الخدم حتى في الطربية للطفل الصغير الحمد لله حظين بهذا الجمع وفتحنا هذا المقر الجديد إن شاء الله لبداية هذه السنة إن شاء الله وعننا منخارطين الحمد لله يتراوح عددهم ما بين 205 وإحنا مقبلين إن شاء الله على الزيادة بإذن الله وإن شاء الله إحنا الأفاق ديانا هي تكوين وتأثير هذا التلاميذ بش نوصلهم من أبعد مستوى إن شاء الله بإذن الله وعننا الحمد لله مدربين كوفو حاصلين على ديبرومات ديالا كاف ومن تعطير السيد المدير التقني المامي السمدالي وإن الحمد لله الحمد لله مواصلين مواصلين د الشيء إذن رسالة مهمة نموذج يحتدى به بالقليم الجنوبي حضور كذلك أطر وفعاليات رياضيا بين مغالي حماليا خالد العلو مجموعة من أطر لحضرة الافتتاح لهذا يعني التشجيع هو صراحة افتتاح مهم وافتتاح ما يعد له حد إنسان عنده غير على الرياضة وعلى التقلب من الشباب اللي عنده غير على الرياضة ويعني هدفه هو هذا بنايته وأموره على الرياضة وعلى المواهب الصغرى ولكن نبقى دائما في نفس الإطار يعني هاي المواهب كانت تكون عند أندية كانت تكون عند أندية يعني أندية كبار اللي هي كبار وعندها دعم كي يجيها من الجامعة اللي أصلا احنا نرجع شوي للوراء كنقولوا عن الجامعة كتدعم لهوات وتدعم النخبة وتدعم الأقسام الأولى اللي هي الممتاز وتدعم لهذه النخبة وتدعم للفئات الصغرى احنا كنشوفوا هون على ما يعود دعم للعصب اللي يتعود للعصب تدعم به الأقسام الشرفية هون الجامعة كتدعم الأندية اللي تحت لواءها والعصبة ما عندها أي دعم باش تعطيه لهذه الأندية وإحنا خاصنا نركز على البنية التحتية اللي هي البنية التحتية هي الأقسام الشرفية ولكن البنية التحتية هي الأقسام الشرفية والأقسام الشرفية من المين يعد عندها دعم لا يمكن أن تأكلك بنية تحتية ولا يمكن أن يدرلك مواهب لأنها كتكافى مع هذا ولا تجبر أنت واحد في القسم الشرفية يلعب في عمره 30 سنة اللي يعطيك ما يريدون ما يريدون في الهوات ولا يريدون في النخبة ولا يريدون في الملعب يعني نضعم دائما رأس الهرم ونسع القاعدة إذ으니까 نتاج الآن للمنتخبات الوطنية نتائج مهمة في أول إطلال للمدرب الجديد حالي لوفيت لناخب الوطني نتابع المزيد عن هذا الموضوع مع الشيخ أحمد هدعو رحلة الترميم والإصلاح التي أصبحت ملقاة على عاتق البوسني لازالت متواصلة في محطتها الثانية أمام منتخب النيجر عمل البوسني على إقحام مجموعة مزجت بين لاعبين محليين ومحترفين بعد اطلاق عينان المنافسة بدى نشاط الخط الأمامي للمتخب الوطني ظاهرا حيث خلق مجموعة من الفرص السامحة للتسجيل عن طريق المهدي كارسيلا ووليد الكرتي حيوية بوفال ألقت بالأثر الإيجابي على الخط الأمامي للعناصر الوطنية الضغط المتواصل للمتخب الوطني أصفر عن هدف في الدقيقة العشرين عن طريقة تسديدة قوية بغثت حارس النيجر والشوط الأول انتهى بتفوق المتخب الوطني بوقع واحد لصفر والتماسق والتوافق الذي بدى ظاهرا بين العناصر الوطنية كان نتيجة تخسيرات المدرب في المشهد الثاني عرف اللقاء خفاضا تقنيا حيث اكتفى المتخب الوطني بالتهديد من بعيد وبمجموعة من المحاولات الفردية لكل من بوفال والكرتي ورأسية فضال وحكيم زياش التزام منتخب النيجر بالدفاع صعب المأمورية أمام العناصر الوطنية لينتهي اللقاء بهدف لصفر وليوقع السرب على أول انتصاراته مدربا للمتخب الوطني رغم ودية اللقاء إذن هل نجح البوصني في إيجاد التشكيل المناسب للمنتخب الوطني؟ قبل أول رسمياته أمام المنتخب الموريتاني دمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا؟ إذن أخبار المنتخب الوطني بالنسبة لتصنيفه في المستوى الأول لإقصائيات كأس العالم قطر 2022 هناك موضوع آخر إلى الحلقة المقبلة الخاص باللعاب الشعبية الذي نظم بالديار المصرية الآن وصلنا لآخر شيء في حلقة الليلة نخلي لك كلمة مفتوحة كلمة مفتوحة ربما فتقلتها في الفداية أننا مركزين على رأس الهرم ومخلي القاعدة نطلب من الناس المسؤولين الالتفات على القاعدة وعلى دعم القاعدة ونطلب من الجميع أن نلتفوا ونديروا أيدي في أيدي ونسايروا كورت الجنوب باش نبينوا عن خدمة وعن آمل اللي هو كان طمحوله كمجموعة وكانتمنى عنها تتكامل المجموعة بدلا من 11 تولي 16 وهذه كان طلب من الإخوان اللي هم ممثلين في عين المركز وفي القرار أنهم يسهروا على أنهم يطلعوا على الأقل بعد من الأندية اللي كانت ضم لأربعة أو خمسة الأندية لإتمام 16 نادي كسائر الأندية في الأقاليم المغربية وشكرا إذن نشكرك نشكر ضيفي الكريم بوجمع أبها ورئيس فريق نجم شباب المرسى كما هو الحل للمامي السملالي الذي كان حاضرا معنا في اتصال هاتفي من مدينة الرباط أشكركم أنتم مشاهدين الكرام أينما كنتم لكم تحياتي وتحيات الطاقمين الصحفي والتقني لحلقة الليلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر